مشروعات تنموية وقومية تنفذها الدولة في كافة محافظات الجمهورية وفي مختلف القطاعات وفي قطاع التعليم توجد جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 1300 فدان واحتلت جامعة قناة السويس مكانة خاصة حيث بدأت بثلاث كليات هي كلية تكنولوجيا الهندسة وكلية التجارة والعلوم الإدارية وكلية البترول والتعدين ثم بدأت في إطلاق عدد متنوع من المراكز البحثية المتخصصة والوحدات الخاصة التي تخدم المنطقة وبدأت الجامعة عامها الدراسي الأول عام 1977 وتعتبر أول جامعة موجهة لخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية حيث امتد دور الجامعة ليشمل جميع طرق التعليم والتي تشمل الخدمات والتدريب والبحث العلمي ويوجد بالجامعة ثلاثة فروع في بورسعيد والسويس والعريش ثم تم فصلهم جميعاً هذا وتضم جامعة قناة السويس حالياً 16 كلية وأربعة معاهد تتيح للطلاب الاختيار بحرية بين أنواع متعددة كما تضم الجامعة مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشاريع والذي يدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم الجامعي والأداء الإداري وتنمية قدرات القيادات والهيئة التدريسية والطلاب والعاملين بالجامعة والقيام بدور قيادي في التفاعل الإيجابي مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ومع مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في مجالات التطوير المستمر وضمان جودة المخرجات والارتقاء بالأداء وهكذا تواصل الدولة تطوير كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم الجامعي والذي يعد القاطرة الرئيسية للتنمية والتقدم مما له من دور فعال في خلق كوادر بشرية قادرة على التفاعل مع متغيرات الحياة المتلاحقة والتطور المستمر في استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل بناء مجتمعات متطورة وحديثة